ونرحب بالطبيب المتطوع العائد من قطاع غزة مؤخراً الدكتور أسامة حامد أهلاً وسهلاً فيك دكتور الحمد لله سلامتك هذه هي المرة الثانية التي تزور بها قطاع غزة من أجل تقديم الخدمات الممكنة كطبيب جراحة أديش قضيت من الوقت في غزة في الزيارة الثانية وين المنطقة اللي كنت موجود فيها بأي مستشفى إذا تحطنا بالتفاصيل شكراً ميز، شكراً فؤاد شكراً إذاعة رؤية أو قناة رؤية على تسليط الضوء على هذه القضية اللي هي تشغل بال العالم كله حالياً وحتى تبقى تشغل بال العالم حتى إن شاء الله يعود الحق لأصحابه بإذن الله عز وجل الزيارة الأولى كانت في تقريباً شهر 2 شهر 3 كانت لمدة شهر في مستشفى دير البلح طبعاً والزيارة الثانية كانت لشمال غزة وكنا أول فريق يدخل مدينة غزة في مستشفى الخدمة العامة طبعاً كل هذا الحكي عن طريق التنسيق عن طريق جمعية العون الطبية الأردنية بوجه للدكتور يا عرب العجلوني أجمل تحية لجهود الجبارة في دعم القطاع الصحي هناك وبالتعاون مع مشروع الأمل الأمريكي بسمه Project Hope فكان هناك برأيي تحدي كبير لنوصل لشمال غزة المحاصر المدمر على مدار 9 أشهر الزيارة الأولى كانت عن طريق معبر رفح كان معبر رفح مفتوح وكانت رفح مدينة مأهولة بالسكان كان هناك محاولة زيارة ثانية ولكن تم تسكير معبر رفح فالآن من تقريباً شهرين الممر الإنساني تم فتح عن طريق الأردن جسل ملك حسين أراضي المحتلة ومن ثم معبر كرم أبو سالم الزيارة الأولى لم ننظر إلى على مشاهد بيسموها دمار لأنه أنت برفح ودير البلح ما فيه دمار ولكن الزيارة الثانية مرينا أول دخول إليك بعد ما تدخل كرم أبو سالم تدخل في بسموها مدينة خان يونس اللي هي مدمرة يعني قبل شهر كناها وكان هناك تدمير يعني لا يمكن وصفه حتى الأجانب اللي معنا اللي خدموا فيه أماكن حرب تانية كانوا يحكوا أنهم لم يشهدوا دمار مثل هذا الدمار في حياتهم جلسنا يوم في دير البلح في مستشفى شداء الأقصى ثم انتقلنا إلى شمال غزة تعرفي الاحتلال قسم غزة الآن إلى شمال وجنوب عن طريق محور نتسارين هذا الحاجز هي عبارة مسافة من دير البلح لمدينة غزة تقريبا 15 كيلو هذه المسافة أخذتنا تقريبا 6 ساعات تقريبا 15 كيلو طبعا تنسيق شديد عن طريق نظمة الصحة العالمية بحاولوا قدر الإمكان يمشوا يعني يسموها بالتعليمات الموجودة عندهم ولكن كانت رحلة جدا صعبة وشاقة تخلى لها كثير من المشاهد الصعبة فمثلا وإحنا موجودين على الحاجز نتسارين كان موجود صيدين بصيدوا يعني فلسطينيين بحاولوا يعني بصيدوا بمنطقة فيها سمك وتم قتل اتنين منهم أمامنا وهي شهدة للتاريخ ولم نستطيع إحنا كأطباء ومنظمة الصحة العالمية أن نقوم بأي شيء عن طريق القنصين كان أي حدا بتحرك خارج السيارة كان يتم قنصه فيعني نوع من أنواع الإجرام يعني مشهد مشهد الإجرام اللي كانت بداية رحلتنا هذا هو وصلنا مسجل الخدمة العامة وجلسنا فيها تقريبا مدة شهر ومن ثم بتنسيق آخر نزلنا على دير البلح ومن ثم مرة ثانية كرم أبو سالم ورجعنا على الورد مين دلال الكرد؟ دلال الكرد؟ اللي كاتب اسمها إهداء الجريحة نعم دلال الكرد أخوها في السابق فكانت لعب مع بنات أخوها وصحباتها عمام البيت 12 سنة عمرها وحتى 9 سنين سوري 9 سنين عمرها هي بتشتشرح القضية بتقولك أنا قصفوا البيت حولينا فوقعت على الأرض صحيت لقيت كل البنات حولي 12 بنت كلهم دم وهذا استشدت فيها داك الحادثة بنت أختها وبنفس الوقت أختها تصاوبات وبنات الجيران مرضو تصاوبوا فأجتنا مصابة بشضية عدة شضايا طبعا بس كان أحد الشضية مخترقة اللي هي الرئة والكبد وعامل نزيف شديد في البطن بالإضافة إلى تهتك في الأمعاء ولكن لما دخلت عليها 9 سنين نعم دخلت عيانا فتحنا بطنها وإحنا كطباء جراها وجدت عندها إصابة تعتبر من أخطر أنواع الإصابات اللي ممكن أي إنسان يتخيلها يوم يسميه الوريد البابي اللي هو البورتالفين هذا الوريد البابي مع القناة المرارية مصابة وهاي يجوز أخطر إصابة ممكن تصيب الإنسان يعني نسبة الوافية تقريب توصل إلى 95% يعني إذن الإنصاب طبعا بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا وهون واحد برد بستوعب أن هو ليش طبيب وليش جراح وليش تخصصي أنا الدقيق جراحة الكبد والبانكرياس يعني ليش ربنا عمدار كل هاي السنوات السابقة يعني بحضر فيه إلى إشي فأنا برأيك أنا جوز هاي الحالة أني أنا أكون موجود بهذيك اللحظة بهذيك الثانية بهذيك الأفئة الأفئة وهذاك الموقف وأكون موجود عشان أنقذ حياة هاي البنت تشينو إحنا بالنهاية في القرآن ربنا شو بيحكي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فبجوز هاي هاي بجوز هاي الرسالة اللي أنا ربنا وصل لي إياها أنه أنت كل هذا يوسام ما سويته مش عشان تكون طبيب ولا جراح ولا هات ولكن عشان تنقذ حياة هاي البنت وطبعا تكررت أكتر من حالة بهذا التعقيد خلال زيارة الأولى أو زيارة الثانية فالواحد بيحمد ربه أنه أول شيء كان طبيب وأنه طبيب جراح وقدر يساعدها الناس الآن دلال لغاية الآن الحمد لله حياتها تم إنقاذها ولكن تعاني من بعض المضاعفات اللي مستحيل يتم علاجها في غزة وصلي تقريبا شهر وإشي بحاول قدر الإمكان نحاول نطلعها بر غزة تكمل العلاج وهي مناشدة من قناتكم طبعا أكتر من واحد ناشد سواء صحفي إسماعيل غول موجود في شمال غزة أو حتى منظمة الصحة العالمية أنه هاي يجب أن يتم علاجها بمستشفى متخصص في جراحة الكبد والبانكرياس وأنا مستعد والمستشفى التخصص مستعد والPCRF مستعدين أنه نتابع حالتها ونوصلها لبر الأمان بس لغاية الآن وجود في المستشفى يتم علاجها بسبب اللي هو قطع في القناة المررية اللي هو إشيء كتير ولكنه مش خطر على الحياة طبعا دلال دكتور هي عبارة عن حالة من ضمن عشرات آلاف الحالات من الأطفال منهم الآن بانتظار يعني حياتهم على المحك وبانتظار أنه يتم إخلاءهم لحتى يتم علاجهم دكتور أنا طبعا من زمان بتابعك على السوشل ميديا وأنت كنت تنقل دائما بالصوت والصورة يوميا ما يحدد داخل المستشفى وما يعني تواجه من حالات كانت صعبة ولكن يعني انقللنا أكتر الصورة من داخل المستشفى كيف هي الحالات الحالات اللي أنتو بتشوفوها من الناحية الصحية الإصابات للأطفال والشباب واللكبار كيف وجدتها كطبيب خلينا بس نرجع خطفة لورا ونحكي أنه الاحتلال المجرم قام بتدمير كافة المستشفيات في شمال غزة اللي هي مدينة غزة وشمالها فلم يبقى مستشفى على مدى التسعة الشهر إلا تم قصفه أو استهدافه أو تدميره أو حرقه سواء كان بشكل جزئي أو بشكل كلي وأكبر ديديل هي مستشفى الشفاء اللي هو اجتياح الأول والثاني والثالث بعدين تدمير كلي مستشفى كمال العدوان أول مرة تاني مرة الآن يعمل بشكل جزئي فالاحتلال ينظر إلى المنظومة الصحية كشريان حياة للناس هناك فإذن يجب أني أقطع عنهم الحياة يعني ما بنفع يظل في مستشفى أو طبيب أو ممرض يقوم بخدمة الجرحة أوكي أنا بقتلهم لازم يموتوا مش لازم حدا يجي يسعفهم فعشان هيك فيه يعني خلنحكي يعني إشي ممنهج بشكل واضح أنه يجب تدمير المنظومة الصحية بلش بالحجر وما قدر لشأنه البشر بعدهم موجودين فنط على اللي هي استهداف الكوادر الصحية يعني أكتر من 400 كادر صحي من أطباء وممرضين تم قتلهم بشكل استهداف مباشر أو وأكتر من 400 تم اعتقالهم وجوز أكبر مثال كلكم سمعتوا فيه دكتور عدنان البرش اللي هو طبيب رئيس قسم الجراحة في مستشفى الشفاء تم اعتقاله من مستشفى الأندونيسي ومن ثم تعذيبه لدرجة أنه بالنهاية استشهد داخل المعتقل وجري على الدكتور عدنان البرش عدة أطباء تانين تم اعتقالهم فمبدئيا الموضوع أنه لن لازم يكون فيه هناك قطاع صحي فتيجي بعدين تتيجي عندك الدرجة التالية بالتعقيد أنه ما فيه مسلزمات طبية ما عمال يدخلوا أي مساعدات حصار خانق عمدار تساعة الشهر المجاعة لا يمكن وصفة المجاعة الناس يعني منشوفهم هناك كلهم بلا استثناء يعانوا من نقص تغذية شديد جدا ما في عندهم عضلات ما في عندهم يعني كلهم يعني إشي واضح جدا كلهم عندهم شحوب دمهم دائما واطي وهذا الحكي بأثر كثير على يعني خلنا نحكي كيف قدرت الإنسان على مقاومة الإصابة ومقاومة الأمرأة فمبدئيا هو يعني إشي ممنهج واضح جدا لاستهداف المظلم الصحية وقتل كل شيء ممكن يعني يعني حياله الفلسطيني في شمال غزة لأنه من يعرف جوز من أول يوم الحرب كان هناك خطة تهجير شمال غزة إلى جنوب غزة وجعل شمال غزة منطقة تضييق على الفلسطينيين منطقة اللي هي بوفر زون ما فيه ما فيه حدا يعيش فيها الآن داخل المستشفيات طبعا المستشفى الكني اشتغل فيه مستشفى الخدمة العامة بجانب المستشفى المعمداني كان مخصص للجراحة العامة نفس المستشفى هذا الطابق الرابع والخامس والسادس مدمرين يعني أنت عايش في مستشفى فوق ثلاث طوابق منك نزلين على بعض فأنت بالنهاية عندك خطورة بقية لحظة ممكن لا سمح الله ولكن المهندسين حكوا أنه يعني هاي الخطر على اللي خارج المستشفى مش اللي داخل المستشفى فالفلسطيني اللي بشمال غزة بالذات حمل قضيته بشكل واضح جدا أنه هاي أرضي ولن أتخلى عنها فبيجي هون الطبيب الفلسطيني الموجود هناك اللي لم يتوقف عن العمل على مدار تسع أشهر متواصلة كنا احنا أول فريق طبي بدخل هاي المنطقة فيعني جينا ولنا لهم ريحوا حالكم واحنا استلمنا المستشفى أنا وزميلي الدكتور هاني القاضي والدكتور زاهر من عمان كان طبعا دكتور هاني والدكتور زاهر الطبيب تخدير من الأردن والممرضين السيد محمد حمد والسيد سامي أبو فراحات فكنا احنا زي فريق طبي كامل نقدر نستلم غرف العمليات ونقوم بإجراء كافة التفاصيل الآن كل الحالات الأغلبية الساحقة عملنا معها كانت لأطفال أو نساء وصيبوا أغلبيتهم بشظايا نتيجة اللي هي تفجر صواريخ الصاروخ بتفجر وزنه بكون طن أو اتنين طن فببعت بسموها اللي هي شظايا كتير صغيرة في كل مكان الآن سابقا كان ممكن لدي يقوم يمشي بيتحرك ولكن بعد ساعتين ثلاثة أربعة لاقي صاريشكي من بطنه فيشلحو أهله يلاقه في ثقبون ولا ثقبون الآن أهل غزة تعلموا صار إميديات اللي بعد الصواريخ يشلحوهم ودوروا على ثقوب صغيرة هي صغيرة بتيجي تقريبا ثلاثة أربعة خمسة ملي بس داخل البطن بتسوي يعني دمار شديد جدا فأغلبية الإصابات كانت لأطفال أغلبية الإصابات كانت لنساء الحروق كانت فعلا مؤثرة جدا حالات الحروق نتيجة اللي هي الأسلحة الغير شرعية اللي بيستخدمها لإحتلال فانت بالنهاية يعني يعني المأساة الإنسانية والمأساة الصحية لا يمكن وصفها أدمى حكينا وأدمى هذا يعني أحنا ربنا أكرمنا أن نكون شهود عيان ونساعد بس بالنهاية احتلال مجرم احتلال هدفه الإبادة الجماعية مش هدفه أي شي تاني والدليل اللي هي على مدى 19 شمال غزة لم يدخلوا أي مساعدات غذائية غير المعلبات وصلوا مرحلة جاءوا حتى الطحين مش موجود المساعدات الطبية بتدخل بالقطارة بشكل أنه يعني برأي برأي غصما عنه مش بخاطر الاحتلال عماله بدخل مساعدة طبية طبعا بضغط من المساعدات الدولية وبضغط من خلينا نحكي كل الدول اللي بدها خلص إنه خطتك لتهجير شمال غزة انتهت بدك الآن في عندك إنت احتلال يجب أن تقوم بواجباتك تجاه الناس اللي تحتلهم فالآن بتدخل بالقطار ولكن غير كافية فكتير من الحالات بتكون داخل حالة إنت وعندك نزيف شديد من خلينا نحكي يعني أحد الأورد المهمة جدا فبدك خيط معين عشان تسكر فيه هذا النزيف ما بنفع غير هذا يعني هيك هذا هو المال مش موجود فتضطر تستخدم خيط تاني وتصلي لربنا إن شاء الله تمشي الأمور فكثير من الحالات ما كنا نلاقي بسموها اللي هي السيرجيكال قوزز اللي هي اللي نقف فيها النزيف وننظف فيها باطن المريض نضطر نستخدم الاشغالات التانية فبالنهاية يعني هي عبارة عن حرب إبادة حرب بشعة جدا الهدف منها تدمير الإنسان والحيوان والشجر والحجر وما رحموا إشي نهائيا دكتور عفوا على سؤال شخصي حضرتك متجوز عندك عائلة؟ الحمد لله نعم أنا بسأل هذا السؤال لي أنه أنت مرتين روحت لغزة إيش بتحكي زوجتك أولادك إذا بدك تقرر وترجع مرة ثالثة؟ أول شي أنا أوجه تحية لزوجتي رندا أو مهاشم يعني إحنا من سبع أكتوبر أنا بحاول أنزل وكان هناك دعم شديد جدا للموضوع بالعكس يعني المرة الأولى كانت هي من أكتر ناس شجعتني شونا بالنهاية إحنا نوصل الرسالة إحنا كأطباء يعني إيش هدف أنك تشتغل هون وتعالج مرضة هون والناس هناك بحاجتك فبالنهاية أنت توسط الرسالة لا إلك أول إشي ولا أهلك ولأولادك أنه أنت لازم تحمل قضية وتستعد بأنك تضحي عشانها أنا برأي أهل غزة تميزوا عن العالم كله أنهم حملوا قضيتهم وضحوا في فرق بينك تحمل قضية وتتحكي عن القضية ولكن أول ما تطب تتراجع وتحكي لا مش مستهلة أنا بجوز بسموها اللي هي أمور الشخصية أهم وظيفتي أهم يعني مش مستهلة أهل غزة ضحوا وضحوا بكل شيء ضحوا بأولادهم بنسائهم ببيوتهم بشغلهم فأنت تروح تضحي هالشهر والهالشهرين بحياتك يعني هذه لا تذكر نحن أقزام أمام ما قاموا بها أهل غزة وأطباء غزة بشكل عام تجاه قضيتهم اللي هي قضية محتل وأرض محتلة وبدنا نضحض المحتل فبالنهاية الموضوع كان غير وارد المرة الثانية اللي أنا قررت فيها طبعا أنت مجرد تركت غزة المرة الأولى كل إنسان حر شريب بغض النظر إيش جنسيته وإيش ديانته حتى الأجنب يقول لك أن درجة مرة تانية على غزة شأنه شاف الظلم وشاف بالنهاية إيش هو بقدر يقدم للناس المظلمين هدول فكان فيه تجيع الحمد لله تمت يعني أنه تحضير الأمور ولكن هناك شيء طريف المرة الثانية الشباب اللي معاي اللي احنا كنا خمسة الأربعة طلع لهم تنسيق وأنا ما طلع لي تنسيق فأم هاشم صارت تتلوم فيها عشان تطلعت الإعلام وتصير تحكي شاية فيما نعوك تنزل وإنت الناس هناك بحاجة فلا الحمد لله طلعت يعني شارك كان رقم غلط بالرقم اللي شو بسموها التلفون بالنهاية أنت عندك رسالة بدأت توصلها لأولادك أولا ولأهلك ولأطلابك ولكل الناس أنه بالنهاية يجب أنك تضحي تضحي بوقتك تضحي بجهدك تضحي بعلمك تضحي بحياتك في بعض الأحيان عشان توصل قضية هاي وترفع من شأنها عشان بالنهاية غيرك يحملها وإن شاء الله يتم التحرير بإذن الله ما قيمتك كإنسان إن لم تضحي يعني كل الشهادات كل هذه الثروة اللي ممكن الإنسان يعملها بحياته وهي مائلها يقيمة إذا أنا ما بدي أوقف مع اللي محتاجني بهذه الفترة ودكتور حكيت نقطة كتير مهمة أهل غزة عم بضحه أهل غزة ما عم بضحه عشان أرض فلسطين فقط ولا عشان أرض غزة هم عم بضحه من أجل قضية إنسانية هذه القضية يجب أن تنتصر من أجل خلينا نقول مصلحة العالم مش بس مصلحة أهل غزة أو أهل فلسطين هي من أجل مصلحة العالم هي من أجل قضية إنسانية إحنا من نورتها لأبنائنا ولأحفادنا هذا الإشي اللي إحنا كلياتنا لازم نكون فاهمينه دكتور سمينا شهادات من أهل غزة يعني كيف صحيح إحنا منتابع الإعلام ولكن من هو موجود على الأرض يمكن بيسمع إشياء مختلفة مهما الإعلام بده يغطي لن يكون كافي مقارنة ممن هو موجود على الأرض يعني أنا عندي إيش بحكوا أهل غزة عندي فيديوهات كتير ممكن أسمعك شهادات يعني بالنهاية اللي أنت سمعته بدانا سمعنا بدانا مثلاً وإحنا مروحين طبعاً مجوز أنت جالس في الباص في مدينة غزة تستند التنسيق يسمحوا لك إنك تمشي فتجمع حولينا آهل غزة يعني الناس وإحنا طبعاً وإحنا في المستشفى بتتعامل مع طباء وممرضين ما شاء الله عنهم الله يحفظهم ويحميهم كلهم ولكن الأول أول شهادات إنه بدهم يأكلوا الناس بشمال غزة ما في أكل يعني أنت بتحكي على تسع أشهر ما شافوا يعني صحن السلطة يعني بقولك هذا الإشي اللي ملون اللي أنتوا كنا نأكله زمان اللي هي خضار وفواكه هاي من تسع أشهر لم تدخل عندهم نهائياً أهل شمال غزة اللحم والجاج ممنوع كلهم يعيشين على المعلبات كمصدر وحيد للبروتين وحن نعرف إيش يعني البروتين بكله كله خلص فهي أول رسالة رسالة إنه يا عمي اطلع علينا وإحنا يعني الموضوع صعب مش صعب موضوع أنك تدخل مساعدات يعني إيش أنا متأكد لو الآن أطلب من أي تاجر أردني خضار أنه هتطلي عشر شاحنات خضرة لشمال غزة أنا متأكد بك بتبرع فيهم فيجب أنه يكون ضغط شديد جداً على الاحتلال أنه خلص بكفي يعني بالنهاية ليش لك تجوع الناس ليش بتجوعهم أنت بالنهاية يعني هذا إشي أساسيات الحياة هاي واحد مية ما في شرب للمية الإنسان الغزي يومياً بين أربع لخمس ساعات بيقضيها يبحث عن مياه صالح للشرب نحكي بشمال غزة يعني تطور أنت كطبيب جراح أو كممرض أو كدكتور تصح الصبح أحد أهم أهدافك في الحياة تقعد أربع ساعات تدور على مياه صالحة للشرب والعالم كله بتفرج وإحنا بنتفرج برضو يعني إحنا مش عمالنا إحنا مش يعني مش جايين هذا فالمساعدات الطبية ليش تمنع أدوية ليش تمنع خيوط جراحية ليش إنت شو هدفك إنت هدفك إبادة إبادة آه ليش الهدف هي الإبادة دكتور كان هناك قصف شديد جدا جدا قصف لم يتوقف يعني حتى اختهام شجعية حدث وإحنا هناك فكان جدنا صبات كثير الدم الدم الأردني قبل فترة عملوا الشباب حملة التبرع وكان إلها صدى كبير وصلت الدم وإحنا موجودين يعني أهل الغزة قالوا لنا وصل الدم الأردني فالآن أنا فهمت أن النقبات عمالهم بيحاولوا يقوموا بإجراء حملة تانية ولكن في نوع من نوع المعيقات برأي مش لازم يكون يعني يجب أن يكون الأردن السند الأول والأخير لأهل الغزة هم ينظروا إلنا أنه أنتو عمقنا الاستراتيج فيش غيركم فيش غير الممر الإنسان الوحيد الآن مفتوح من الأردن وهذا كله بجهود القيادة وجهود الإدارة أنه هذا الممر لازم يبقى يجب أن نستغله ونضغط على الاحتلال يعني عنا بإيدنا كتير بسمه قوة ضغط نضغط عليه أنه تدخل غصبا عنك دخل دم هاي الدم موجود ليش تمنعه بأي حق للمهادات دولية ولا حقوق الإنسان تسمح بهذه الأمور فيجب أن نكون بالنهاية إحنا كشعب أردني يعني عمق الاستراتيجي ونضغط عليه أكتر وأكتر لأنه لا خلص انتهت الحرب فشلت وعرفنا مين منتصر النهاية الآن دورنا إنه إحنا خلص نخفف من المعاني الإنسانية قدر الإمكان دكتور بتشكرك لكل اللي قلته وأتفهم تماما يعني كل ما تعرضت له وأكيد صوتنا مع صوتك كإعلام لابد من زيادة الضغط وانت شايف أنه بلدنا زي ما حكيت يعني تحاول قدر المستطاع الهيئة الخيرية الهاشمية تحاول قدر المستطاع شكرا لكل مواطن أردني ومسؤول أردني عم بيحاول يضغط ولكن كمان ما بدنا ننسى بشاعة صور ما شاهدناه في الكونغرس الأمريكي لمئات الرجال يصفقونا للإجرام وأعتقد يعني اليوم عم مالا نشوف الضغط المعاكس من أين يأتي أنا فقط انتهى وقتنا وتجاوزنا أشكر جنابك لحضورك اليوم معانا ونقل لمتابعينا والعالم العديد من الشواهد وأقول فقط لكل جمهور متابعي حلوية دنيا اليوم ميس وأنا نقدم لكم أحد الشباب المؤثرين الحقيقيين ويريت بناتكم وولادكم يسمعوا الإعادة ويسمعوا المقابلة اللي موجودة على السوشال ميديا بتشكوا أولادكم بتابعوا مؤثرين مفيدين أو غير مفيدين اليوم إحنا أمام حالة أردنية شابة ومؤثرة ليس فقط على مستوى قضية بسيطة بل على مستوى قضية إنسانية عالمية على مستوى الكوكب أستاذ دكتور شكرا لحضرتك حمد الله على السلامة إن شاء الله إنك تروح وتقدم واجباتك مع الأطباء الأردنيين والعرب المدنيين وكمان ما مننسى الأطباء العسكريين الأردنيين اللي موجودين هناك ومن أيضا طبيبات وممرضات وإن شاء الله بيروحوا وبرجعوا دائما بالسلامة شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك